المبنى المبنى الهدف المحدد هو طابق أرضي وفوقه طابق يعني أسفل الطابق الأول وهناك انتشال لجرحة وأيضا يقال بأنه هناك مدنيين من بينهم الطفل من بين الجرحة في هذا المكان. إذن هناك إصابات بالفعل. هذه المعلومات الأولية هناك إصابات. هدف تقيق. ليس كل مبنى السكني هو المستهدف ولكن بطبيعة الحال المنطقة الضحية هي منطقة مقتضة في كل الأوقات. وإذا كان المسير الإسرائيلي استهدف هذا الهدف أو المكان أو إذا كانت عمليات اغتيال بصارخين أو ثلاثة فهذا يعني أن هناك أضرار وأن هناك إصابات. طيب ليلة دعينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد للتوفى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه نفذ غارة دقيقة في منطقة بيروت وقال جيش الاحتلال أيضا إنه لما تطرأ أي تغيرات في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية ولازلنا نتابع معكم هذا الفيديو الذي وصلنا قبل قليل ويظهر آثار الدمار التي طالت منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية ببيروت إثر هذه الغارة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ليلة؟ يعني الآن سيارات الإسعاف خلفنا هناك هناك موكب أمني يمر بجانبي الآن متوجها إلى هذا المكان إلى مكان التفجير بالطبع سيقول ذلك الجيش الإسرائيلي لأنه في كل مرة يقوم باختيار شخصية يقول أنه لم يغير بالتعليمات وبالطبع هذا يعني أنه هو يكون باستهداف أحد ما أو هدف محدد اختيال محدد ولا يريد أن يوسع نطاق هذه العمليات وهذا ما حصل في كل مرة اختال فيها شخصيات قيادين كوثم الطويل وفؤات شكر وغيرهم من القيادين في حزب الله بالطبع هذا ليس الاختيال الأول حسين وهذا ما نكبره لأنه إسرائيل اليوم بعد 7 أكتوبر وعندما بدأ حزب الله بهذه الجبهة في الثامن من أكتوبر ربما تعتبر نفسها أنه أي هدف في أي مكان إن كان في ربنان أم إن كان في توريا هو رأي حص لها أن تفصي هذا الهدف وهذا ما حصل عندما قامت باختيال فؤات شكر في الضحية الجنوبية وعندما قامت باختيال الشيء صالح العروري أيضا كذلك في الأمر في الضحية الجنوبية ولذلك عندما ترى إسرائيل أن هناك شخصية أو هذا تريد تصفيته فهي ستصفيت أينما كان على الأراضي اللبنانية وهذا ما حصل اليوم وبالتالي هذا لا يعني أن إسرائيل تريد أن تقوم في توسعة الرقع ربما هي تحاول أن تجر حزب الله ولكن حزب الله هو واضح بالأمس معنا أمين عام حزب الله الجبهة هي مستمرة ولن تجر إسرائيل لا يريد حزب الله توسعة هذه الجبهة وبالتالي هو مطقي على هذه الجبهة المستمدة دون أن يكون هناك دون أن يكون هناك توسعة لهذه الحرب أعبرني حسين سأل لأنني ممنوع لأنني أريد أن أتحدث إلى الأمن هنا في الضاحية